صورة هذا الشاب الوسيم اشعلت وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً بين الجزائريين. ليس فقط لوسامة الشاب ونظراته الصارمة والحالمة. بل لانها صورةٌ حقيقيةٌ نادرةٌ للمناظر الجزائري الشهير زيغود يوسف. التقطت له في مدينة عنابة بتاريخ السادس والعشرين من ابريل من عام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسين. عند ايداعه السجن بعد شهرٍ من اعتقاله على يد شرطة الاستعلامات العامة للاحتلال الفرنسي حينها في بلدة السمندو التي باتت تحمل اسمه اليوم. ورغم ان الصورة تم تسربها من الارشيف الفرنسي باستخدام تقنية تصويرٍ عالية الدقة قبل ثمانية اعوام. الا ان اعادة نشرها بوسائل اعلامٍ جزائرية جعلها تنتشر بين العرب والجزائريين كالنار بالهشيم. ليروا احد ابطال ثورة التحرير هكذا بعد ان رسمت ملامحه في ذاكرتهم لعقودٍ هكذا. ومع استحضار الصورة تحضر الاعمال البطولية التي قدمها يوسف زيغود للثورة الجزائرية خاصةً وانه مهندس هجمات العشرين من اغسطس التي غيرت مجرى الثورة الجزائرية. فمن هو يوسف زيغود ولماذا وصف بالعبقري? تلميذ ابن باديس. في الثامن عشر من فبراير من عام الفٍ وتسعمائةٍ وواحدٍ وعشرين بقرية سمندو التي تحمل اسمه اليوم شمال ولاية قسنطينا. ولد زيغود يوسف لأسرةٍ فقيرةٍ تعمل بالزراعة. بدأ تعليمه في الكتاتيب لحفظ القرآن. ثم درس في المدرسة ونال شهادة التعليم الابتدائي. لكن ظروف الفقر والعواز جراء الاستعمار جعلته يتوقف عن متابعة تعليمه. لكنه ظل تواقاً الى المعرفة والعلم. وتنام حقده على الاستعمار فبات من مريدي وطلاب المناضل ابن باديس. ثم انخرط وعمره سبعة عشر عاماً في حزب الشعب الجزائري. قبل ان يصبح سنة الفٍ وتسعمائةٍ وثمانيةٍ وثلاثين المسؤول الاول للحزب بعنابة. وبعد انتخابه ممثلاً لحركة انتصار الحريات الديمقراطية انضم للمنظمة الخاصة التي اطلعت بتوفير شروط اندلاع الكفاح المسلح. كما كان لمجازر الثامن من مايو عام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسةٍ واربعين الاثر الكبير فانضمامه الى الحركة. وما ان مرت خمس اعوامٍ من النضال وتحديداً في عام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسين. القت الشرطة الفرنسية القبض على زيغود بتهمة الانتماء الى المنظمة الخاصة. لكنه نجح بالفرار من سجن عنابة بعد اربع سنوات بتاريخ الرابع من ابريل عام الفٍ وتسعمائةٍ واربعةٍ وخمسين. بعد ان تفطن لوجود زنزانةٍ خاليةٍ الى جواره فاحدث في سقفها ثقباً وهرب منه. ليلتحق باللجنة الثورية للوحدة والعمل مطلع نوفمبر من العام ذاته الى جانب دي دوش مراد مسؤول الشمال الاقسنطيني الذي بات يسمى حينها الولاية الثانية حسب تقسيم جيش التحرير الوطني. هجمات اغسطس. بعد مقتل دي دوش مراد في الثامن عشر من يناير من عام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسةٍ وخمسين وعمره سبعةٌ وعشرون عاماً فقط. بات زيغود يوسف المسؤول عن الولاية الثانية بالشمال الاقسنطيني. ليفتتح اعماله في موقع هذه المسؤولية بالعمليات التي وصفت بالعبقرية. وتضمن التنظيم الهجمات الشهيرة في العشرين من اغسطس عام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسةٍ وخمسين. فشملت اكثر من ستةٍ وعشرين مدينةً وقريةً بالشمال الاقسنطيني. حيث استهدفت العمليات المسلحة حينها كافة المنشآت والمراكز الحيوية الفرنسية. اضافةً الى مراكز الشرطة والدرك في المدن ومزارع المعمرين الفرنسيين في القرى والارياف. قبل ان يتمكن الثوار الجزائريون من احتلال عدة مدنٍ وقرى. وبالتالي اتساع التجنيد الشعبي من اجل معركة التحرير. لتمتد الثورة من الارياف وتظهر في المدن ايضاً. لتبقى نتيجتها الاهم ادراج الملف الجزائري في الامم المتحدة بتاريخ الثلاثين من اغسطس عام الفٍ وتسعمائةٍ وخمسةٍ ما اثار غضب الفرنسيين الذين ردوا بهجماتٍ انتقامية مع حملة توقيفٍ وقمعٍ واسعة استهدفت الالاف من المدنيين اضافةً لاحراق المشافي وقصف القرى جواً وبراً قبل ان ترتكب القوات الفرنسية المجزرة الكبرى في ملعب فيليب فيل او ملعب عشرين اوت حالياً. عندما حشرت الالاف من رجال والنساء والاطفال والشيوخ واعدمت الكثير منهم. وقد ذهب ضحية الحملة الانتقامية للفرنسيين نحو اثنى عشر الف جزائري. وبعد عامٍ كامل وتحديداً في العشرين من اغسطس من عام الفٍ وتسعمائةٍ وستةٍ وخمسين انعقد مؤتمر الصمام الذي وضع الهياكل التنظيمية للثورة التي نتج عنها تعيين زيغود يوسف عضواً بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية مع ترقيته الى رتبة عقيدٍ في جيش التحرير وتأكيده قائداً للولاية الثانية. لكن ما انعاد زيغود يوسف الى الولاية الثانية وشرع في تنفيذ قرارات المؤتمر حتى سقط قتيلاً في كمينٍ اعده له الفرنسيون بتاريخ الثالث والعشرين من سبتمبر عام الفٍ وتسعمائةٍ وستةٍ وخمسين خلال جولةٍ ميدانيةٍ له في سيدي مزغيش من ولاية سكيكدا وعمره لم يتجاوز خمسةً وثلاثين سنة الا ان الفرنسيين لم يكتفوا بهذا بل احرقوا منزله مرتين لتضطر عائلة زيغود للعيش في استبل خيول قبل ان يؤمن لها الثوار كوخاً اقامت فيه قبل الفرار الى تونس. وانت هل تعتقد ان زيغود يوسف ورفاقه اخذوا حقهم من التكريم لدى الجزائر وبقية العرب.